أكدت إناس حمدان القائمة بأعمال مديرة مكتب الإعلام في الأونروا أن الحياة في قطاع غزة تكاد تكون منعظمة في جميع أرجائه مشيرة إلى تدمير معظم أبار المياه وشبكات المياه والصرف الصحي وأضافت القائمة بأعمال مديرة مكتب الإعلام في الأونروا أن المقاومات الأساسية لم تعد موجودة ما يضع ضغطا هائلا على الخدمات التي تقدمها الوكالة فضلا عن العرقيل التي تواجه تقديم الخدمات الإغاثية للوكالة وباقي المؤسسات الدولية